هذا فتح المركز العالمي لانتخابة 2022 أبوابه أمام الأعلاميين والصحفيين والمحللين على المستوى المحلي والدولي منذ صباح هذا اليوم لتغطية العرص الديمقراطي في البحرين نعم تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للزملاء الصحفيين لتغطية هذا الحدث الهام فيما ساهمت الخدمات التقنية بشكل مباشر في تسهيل مهمة جميع الفرق الإعلامية ما يعكس اهتمام مملكة البحرين في تغطية هذا العرص الوطني قد تم تزويد وسائل الإعلام المحلية والإقليمية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية عبر التقنية الحديثة وبتوفير كافة المعلومات اللازمة حول العملية الانتخابية فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية طبعا هذا أمر مهم جدا لكل أنواع الانتخابات النيابية بلدية أو غيرها وهذه الانتخابات ليست استثناء ربما هي استثناء من ناحية الأرقام القياسية التي يتوقع أن تكون موجودة في هذه الانتخابات مثلا هذه انتخابات مميزة في البحرين كونها تختار المجلس النيابي السادس منذ عام 2002 في البحرين هي ذات أهمية وفيها أكبر عدد مرشحين كما فهمنا مقارنة بدورات الانتخابية السابقة وفيها أيضا أكبر عدد من المرشحات السيدات في هذه الدورة ويتوقع المسؤولين أن يكون هناك مشاركة قياسية لمسناها بالفعل خلال تغطيتنا خلال هذا أنهار يتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة جدا خاصة لفئات الشباب والنساء وهذا أمر بالفعل شهدناه في لجان الاقتراع إذن هي انتخابات تحمل خصوصية أريد أن أتحدث عن أمرين بالفعل يعني ثراء إعجابي الأمر الأول هو أنه يمكن إدارة معركة انتخابية مع الحفاظ على البيئة الجميع تحدث عن الديموم وعن البيئة ولكن هذه المرة الأولى التي أرى فيها انتخابات دون تلويث الجدران وتلويث الشوارع في حيث تجرى الانتخابات وهذا أمر لافت يعني يحسب للبحرينين على هذا التنظيم الرائع للانتخابات الأمر الثاني أنني حينما تجولت في مراكز الاقتراع مراكز الاقتراع كانت في مراكز التصوق وهذه المرة الأولى التي أرى فيها أن صندوق الاقتراع تذهب إلى الشعب بدل من أن يذهب الشعب إلى الاقتراع بمعنى أن السلطات وضعا تشجع وتريد أن يشارك أكبر قدر ممكن من المواطنين في هذه التجربة الانتخابية وهذا شيء لافت الأمر الهام هو أن التجربة الديمقراطية البحرينية هي تجربة شابة وحديثة بعض الشيء ولكن مقارنة بهذه الحداثة يعني يمكن أن نقول أن هناك مهنية واحترافية في تنظيم هذه الانتخابات وتشجيع أكبر قدر ممكن من الناس على المشاركة وعلى الإدلاع بصوتهم وهذا بالفعل كان أمر لافت جدا نأمل أن نشاهده في مناطق أخرى من منطقاتنا النهاردة تحركنا في جولة لأحد مراكز الاقتراع كان فيه قبال كبير من المواطنين في البحرين للمشاركة في هذه الانتخابات يعني رصدنا طبعا كان فيه اللافت للنظر بالنسبة لنا كان في قبال كبير من المرأة البحرينية للمشاركة في هذه الانتخابات وده بيؤكد يعني إيمانها بالمشاركة السياسية وبالعملية الدموقراطية اللي موجودة في مملكة البحرين يعني كمان كان فيه تيسيرات وتسهيلات كبيرة شفناها الأول مرة نشوف مراكز اقتراع في المولات التجارية يعني رحنا زرناها وده يعني ده بيسهل على الناخب وبيروح للمكان اللي هو بيكون متواجد فيه علشان يدلب صوته سعيدنا اليوم بما شهدنا في المقارة الانتخابية في التشهدها مملكة البحرين انتخابات 2022 حقيقة تواجد مكثف لجميع الناخبين وكذلك لجميع الوسائل الإعلام من كافة الصحف المحلية والعربية والدولية بكل قنواتها سواء تلفزيونية أو غيره كذلك ما شهدنا في ازدحام كبير في مقارات الانتخاب في أكثر من ثلاثة مقارات انتخابات تم زيارتها هذا اليوم حقيقة الشعب البحرين اليوم يقدم واجب الوطني تجاه بلاده وما شهدنا اليوم حقيقة يثلج الصدر في عملية انتخابية تمر بكل يسر وسهولة في جميع المقارة الانتخابية التي شهدنا هذا اليوم شهدنا تنظيم مميز وعالي الدقة بناحية المركز الإعلامي ومن الجولات اللي أخذونا للمراكز الرئيسية وبعض المراكز الفرعية في اقبال كان جيد وتنظيم ممتاز وشهدنا انه في راحة كمان بالخلوة الانتخابية لبعض المرشحين او للجميعهم كمان انه بقدر يختار ممثله في الانتخابات لفارز 40 نائب نسمعنا بعض الاختراقات لبعض الحسابات وبعض الاشعات اللي صدرت لكن احنا بنعول على الشعب البحريني وعلى تفاهمه على ديمقراطيته وشعب منفتح جدا وبيعرف كيف يختار وكيف يتعامل مع المؤسسة الرسمية